كنا شرحنا الفيديو اللي فات الـ present simple اللي هو المضارع البسيط وقلنا في حاجات كتير جدا قلنا التكوين وقلنا النفي ولو عايز عمل سؤال بهل ولو عايز عمل سؤال بالأداة واستخدامات الـ present simple فلو انت موجود معنا النهاردة في الفيديو ده وما تعرفش الـ present simple فانا نصحك تقفل الفيديو ترجع تتفرجع الفيديو اللي قبله وبعد انت تكمل معنا طيب احنا النهاردة هنتكلم عن الكلمات اللي بتدل على الـ present simple المضارع البسيط ايه الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط احنا ممكن نقسمها لنوعين اللي هي ظروف زمانية وظروف تكرار ظروف تكرار كل واحدة منهم لها استخداماتها وليها فيها معلومات كتيرة جدا هنستفد منها طيب تعالوا نبدأ اول حاجة عندنا اللي هي الظروف الزمانية ايه الظروف الزمانية يعني مثلا لما انا اجا اقول every every اللي كلنا عارفانها طبعا اللي هي معناها كل يعني ممكن اجيب بعدها every day يعني كل يوم every week كل اسبوع every year كل سنة every يجي بعدها اي حاجة يعني مثلا ممكن اقول every morning كل صباح every month كل شهر بصوا بصوا كده تعالوا ناخد مثال لما انا اجي اقول i انا go to school يعني انا اذهب الى المدرسة every day كل يوم every day يعني انا بروح المدرسة كل يوم وطبعا اللي عارفين من present simple اللي هو المدرعة البسيط هيعرف لانا جبت هنا go عندي في الانفينيتي في المصدر لان عندي الفعل هو i يبا دي اول حاجة يا فري نيجي لبعدها on on هيجي بعدها يوم من ايام الاسبوع يعني مثلا on saturdays يعني في ايام السبت on fridays يعني ايام الجمعة اي يوم من ايام الاسبوع يعني حاجة انت معتد انت تعملها هكفوا كل يوم من ايام السبت او كل يوم من ايام الجمعة او on mondays كل يوم من ايام الساء من ايام الاثنين طيب تعالوا ناخد مثال كده لما انا ايجا اقول on fridays يعني ايام الجمعة we don't we don't visit my uncle مثلا يعني ايام الجمعة احنا ما بننظرش عامل او عايدة هم حاجة بيعملوها ان on fridays ايام الجمعة we don't visit my uncle نجي اللي بعده in من الكلمات اللي بتدل برضو عالزمن in او اللي ممكن تيجي مع اللي present simple طب in هيجي بعدها ايه هيجي بعدها فترات اليوم بس خلي بالك هل كل فترات اليوم لا هيجي بعدها in the morning يعني في الصباح in the afternoon يعني ايه afternoon اللي هي في المساء afternoon طيب on the evening في المساء طيب حدا هيجي قوله هو ايه الفرق بين afternoon اللي هي معناها في المساء و ايه الفرق بين evening اللي هي معناها في المساء بصوا afternoon للمساء اللي هي فترة ما بعد الظهيرة يعني فترة الظهر كده انما evening المساء اللي هي بعد غروب الشمس يعني اول ما الشمس تبدأ تغروب كده لبدي اسمها in the evening طيب تعالوا ناخد مثل لما ناجي اقول مثلا in سانية واحدة in the morning في الصباح we eat يعني نحن نأكل our breakfast احنا بنكل واجبة الافطار يبقى اول حاجة بتاقي in the morning في الصباح we eat نحن نأكل our breakfast طب نيجي اللي بعد بس حدا هيجي يسألني سوئيل قبل ما ننتقل على الجزئيل اللي بعدها هيجي يقول لي in جيبت بعدها morning الصباح afternoon وقت الظهيرة evening المساء ولكن احنا عندنا حاجة كمان اللي هي الليل night خلوا بالكوا ان الليل night ما بيسبقهوش حرف الجر in اماني بيسبقه حرف الجر ايه بيسبقه حرف الجر at يعني لو انا عايز اقول ليلا هروح اقيلها اهي ثانية at night at night معناها في الليل ناخد مثال لما انا اجا اقول at night يعني ليلا she reads هي تقرأ ضفت الفعلة اس عشان she she reads ابوك هي بتقرأ كتاب بالليل طيب نيجي اللي بعد ممكن كمان استخدم مع present symbol لو انا عايزة بينا عدد مرات حدوث الشيء يعني لو عايزة اقول مثلا لان انا بعمل الحاجة دي مرة مرتين ثلاث مرات اربع مرات بصوا كده تعالوا نعرف لو انا عايزة اقول مرة once تمام يبقى مرة ثانية واحدة مرة once مرتين twice مرتين 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 twice لان بيعمل بيعمل خط كده ما انا عارفش ليه بس هنكمل برضه يباربع مرات four four times طب خمس مرات five times عشر مرات ten times هي المختلفة عندنا مرة اللي هي once ومرتين twice يعني مثلا تحكي انت بتعملها مرة في اليوم مرتين في اليوم مرتين في الشهر ثلاث مرات في الشهر يعني مثلا once تخلي بالك لازم تاخد معها a يعني تعدى على ايه يعني لو عزته مثلا مرة في اليوم هتروح تقول once a day يعني مرة في اليوم طيب مرة في الاسبوع once a week طيب مرة في الشهر once a month طيب مرة في السنة once a year خلاص وكذلك نفس الشيء مرتين في اليوم twice a day مرتين في الاسبوع twice a week مرتين في الشهر twice a month وثلاث مرات اربع مرت الى ما لا نهائي طيب تعالوا ناخد مثلا ونفهم اكتر لما انا اجا اقول my mother يعني momty والدتي my mother takes بتأخذ the medicine take the medicine بتأخذ الدواء twice twice يعني مرتين a day تأخذ الدواء مرتين في اليوم يبقى my mother امي takes the medicine twice a day يعني مرتين في اليوم لحد هنا احنا كده خلصنا الظروف الزمنية اللي هي بدأنا اول حاجة عندي هنا ثانية اول حاجة عندي هنا every كل on in at وبعدا شرحنا اللي هي once twice three times four times تمام طبعا لو هنيجي نتكلم عن الحاجات اللي موجودة في الانجليش او في presentable هنلاقاها كتير جدا جدا بس كبدية اللي احنا نعرف الحاجات دي كويس اوي اوي نيجي اللي بعدها احنا قلنا هنقسمها لنوعي اللي هي ايه اللي هي ظروف زمنية و ظروف تكرار يبقى تانا حاجة عندي هتكون ظروف التكرار ظروف التكرار انت عارفين ايه هي ظروف التكرار ظروف التكرار هي ظروف تعالوا نكتب كده نقلف كده تعالوا هي ظروف تبين مدى تكرار حدوث الفعل ايه ده يعني ظروف التكرار هي ظروف بتبين مدى تكرار حدوث الفعل انت عارفين اللي هي ايه لما انا اجا اقول ان انا دائما استمع للموسيقى او اجا اقول مثلا ان انا عادة استمع للموسيقى او غالبا طب تعالوا كده نكتبهم بالترتيب نكتبهم من اقوى حاجة لقل حاجة اقوى حاجة يعني بيحدث بالنسبة 100% اللي هي ايه اول حاجة عندي هتكون دائما لال ويس طيب يبقى دائما always اعذرون لو بكتب مشابك تعالوا كده نمسح ونحاول نكتب ايه الكلام بيض عن بعض شوية اول حاجة عندي دائما اللي هي all ways تمام طيب نيجي اللي بعدها غالبا often طيب عادة usually طيب احيانا sometimes احيانا sometimes نيجي اللي بعدها نادرا بقى يعني نادرا ان الحدث دا بيقع hardly ever طيب الحدث دا لا يقع ابدا هنقول عليها ايه never تمام يبقى اول حاجة هنقولها دائما always تانية تانية حاجة لا سوري تانية حاجة هتوب عندنا عادة usually غالبا often خلوا بالكو ان حرف t هنا silent طيب احيانا sometimes نادرا ان الحدث دا يقع اصلا hardly ever طيب الحدث دا لا يقع اطلاقا never يعني ابدا تمام نعلا وهنيجي نكتبهم كده نزبطهم بالترتيب اهي عشان ما حدش وقت لغبط نيجي تانية حاجة عادة usually طيب اللي بعدها غالبا افن عادة ودي غالبا طيب تحلو كده نعمل جملة بس عب لما نعمل جملة هي ظروف التكرار دي لو انا احطها في جملة هيكون مكان ظروف التكرار ايه في جملة ايه هي مكان ظروف التكرار طيب ظروف التكرار اول حاجة عندي بتيجي قبل الفعل الاساسي يعني احنا نشوف فين الفعل في الجملة ونجيب قبلها ظرف التكرار وطبعا اللي ما يعرفش خطوات تكوين جملة برضو منازلين فيديو عن خطوات تكوين الجملة وخطوات تكوين السؤال عشان تعرفت ايه هو الفعل والفرب الفعل والأوبجكت المفعول لو بقاول الحاجة ايه هي مكان ظروف التكرار لو بقاول الحاجة قبل الفعل الاساسي طيب تعالوا ناخد مثال كده ناخد مثال لما انا اقول امير يجوالي امير يجوالي يعني امير عادة sleeps بنام ارلي امير عادة بنام بدر اه يب امير يجوالي sleeps ضفت الفعل اس عشان مع امير طب فين الفعل عند اللي سائله اللي هو sleeps طب فين ظرف التكرار يجوالي جه قبل الفعل الاساسي يعني ما ينفعش اقول امير sleeps يجوالي ارلي لا غلط يب اول حاجة ايه ما كان ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي وهي الجملة امير يجوالي sleeps ارلي طيب تعالوا علي بعد هل دايما في الجملة ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي ا تمام طب والمفروض طبعا احنا خلاص نبع عارفين يعني ايه verb to be اللي هو معناه يكون واللي هو طبعا مش هكتبه verb to be لو انا عايز عمل جملة في present symbol خلاص اموال هيكون ايه هيكون بالشكل ده verb to be اللي هو am is are وخلاص بقى احنا المفروض عرفنا في فيديوهات قبل كده من am بتاخد i ايه الجامع طب تعال ناخد مثال لما انا اجا اقول نادية is تكون والله ار لا ما تنفعش عشان نادية عندي اسم ايه مفرد يبا نادية is always نادية تكون دائما late for her school يعني نادية دائما بتكون متأخرة late for her school تمام طيب دا كده احنا لحد هنا هنكون وصلنا لاخر الفيديو واتمنى يكون الشرح عجبكم خصوصا اللي انا بستخدم اول فيديو استخدم عليه نظام جديد او الكتاب عليه عن طريق الهند عن طريق اليد يعني قبل كده كنت بستخدم اب اللي هو whiteboard ولكن دا اعتبر اول فيديو بدأت بيه باسلوب جديد وكتابة جديدة فاتمنى يكون الى حد مهي كويس وانتظروني في سلسلة الازمانة وان شاء الله هنشرح كل الازمانة كل الازمانة اللغة الانجليزية وهنشرح حاجات كتيرة